السلام عليكم أنا هدير قصة جديدة وحكاية جديدة صلوا عنا بولاي كوشير ويلا نبدأ بتقول صاحبة القصة أنا إسراء عندي 29 سنة يتيمة الأم والأب ومليش إخوات متجوزة من 11 سنة من إنسان طيب وغلبان بس أمه اللي هي حماتي صعبة شوية عايزة رأيها يمشي في كل حاجة في أول خمس سنين جواز ربنا مكرمنيش بالأطفال شفت العذاب على كل الأشكال من دكاترة وتحليل وأشعات وبهدلة من دكتور للتان كنت فارتة جارب لكل الدكاترة والأدوية ده غير الخرافات اللي عملتها علشان أرتاح من معايرة أمه وخلاته وعماته وغيرهم ياما كانت بتوديني المقابر أشوف جسس الموت وألف حواليهم كنت بترعب من المنظر كانت بتجيب لي تركيبات مجهولة المصدر ولازم أشربها ولو حتى غزبا عني وفضلت أفاهم فيها إن دي حاجة بإيد ربنا وإن أنا مليش زنب فيها خليها على الله أنا زي زيك والله نفسي كانت ترد علي وتقول لي خلاص تقبل إرادة ربنا وعرف إنك عقيم ومش هتخلي فيه ولعمرك هيكلك ولد بس قدينا بنحاول ولو فضلت على الحال ده ابني هيتجوز ويجيب لي الولد اللي نفسي فيه كانت بتتعمل تجرحني بالكلام إني فلانا حامل وإني علانا جابت ولد وإني جارتنا عندها أربعة ودي ولدت ودي 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 وغيرهم ياما والله كان نفسي أجرب إحساس الأمومة ومشتها قوي لكلمة ماما كان قلبي بيتفطر لن بشوف عيل في حضن أمه كنت بدعي ربنا ليل ونهار على مدار الخمس سنين ومفيش أي حوار دار بينا غير على موضوع الأولاد هي معزورة نفسها في حفيد ولازم يكون ولد وجوزي برضو نفسه بس والله أنا غزبا عني طب أعمل إيه ومرت الأيام وأنا تقبلت الوضع بس هي لأ وقالت هالي بكل صراحة ووضوح أنا هجوز ابني الوحدة تجيب له عيل فضلت وقفة مش مستوعبة هي بتقول إيه أو يمكن مصدوما اللي سمعته طلعت شقتي منهارة من العياد وبحرقة وأقول يا رب يا رب ما ليش غيرك وأصلك يام الليل وأدعي لحد ما جات للبشرة وعملت اختبار حامل والأول مرة يخلف توقعاتي والاختبار يقولي أني حامل أنا مش مصدقة أو مصدومة وعملت اختبار تاني وبرضو بيقولي أني حامل أنا خفت أقول لحماتي تفرح وأعشمها يطلع مفيش ويا ويلي بعدها هفتح علي أبواب العذاب فستنت جوزي لما رجع ووريته الاختبار وقلت له بيقولي أني أنا حامل أنا مش عارفة أقسم بالله من الفرحة عاية وفضل يحضم فيه وقال لي خلاص بكرة روح لدكتور ونعرف ونتأكد كان أطول ليل مرة علي وعليه كل ثلاث ثواني أبص على الساعة مش بتمشي والليل طويل وملل وعنايا ما شافتش النوم مش عارفة أنام وخايفة تحرك يكون حمل ويجراله حاجة وخايفة يطلع مفيش حمل والفرحة اللي شفتها في عيون جوزي تروح وفضلت طولي الليل أدعي ربنا يفرح قلبه ويسر عيني ويعوضني خير وجه معاد الدكتورة ورحت وعلى غير المعتاد مبروك في كيس حمل بس ضعيف شوية هكتبلك على مقويات وأشوفك بعد 15 يوم هي بتتكلم وأنا مستمع حاجة ولا شايفة حاجة ولا حاسة بالدنيا وما فيها ولقيت الدنيا لفت بي وجالي هبوت مفاجئ كوزي تخض وفضل يقول لي أنت كويسة ابتسمت وحبيت على إيده وأخدني في حضنه وطلعنا من عند الدكتور مسك إيدي وقال لي أنا عارف أنك تعبت قوي معاي بس والله غصب عني لو قصرت معاك في حاجة أمي كمان شديدة وقوية بس لو بتحبيني استحمليها عشان خطري ابتسمت وقلت له أهو ربنا عوضني خير والحمد لله روحت البيت وطول الطريق نفسه يجيب لي نجمة من السماء وأول ما دخلت قلت لحماتي قلت لها أنا حامل نفس صدمتي بس هي تجاوبت بسرعة وفضلت تبوس فيي وتبوس في ابنها وتسجد شكرا لربنا وقالت لي أوعي تعرفي حد بالموضوع الموضوع ما يطلعش بيننا إحنا الثلاثة أوعي تعملي أي مكهود أنا هغدمك وهطلع لك الأكل ويغسلك هدومك حتى سريرك هرتبه لك بس أوعي تتحركي ده إحنا ما صدقنا وبعد عشرين يوم روحت للدكتورة تاني قالت لي توقم في كيس واحد بس أهم حاجة الراحة لأنهم ضعاف شوية مرت الأيام والحمل بيجبر والناس بدأت تسأل أنا قلت آه ربنا كرمني بطني ابتدت تظهر تقبلت الوضع وقالت لي مفيش مشكلة والحقيقة كانت مريحاني جدا والأول مرة من خمس سنين أشوفها حنينا كده حبيتها قوي لأنها كانت أمي ونسيت أي حاجة كانت عاملها معي قبل الحمل كل ما روح عند الدكتورة وأرجع تسألني قالت لك إيه كنت أقول لها تقول لي لأ مش ده حامل في إيه أقول لها لسه مش وقته كل ده وتفكيري إنها خايفة علي وعلى اللي في بطني وبقيت في الخامس وأصرت تيجي معايا قالت لها تمال بنوتة والتانية من الظهرة يعني المرة الجاية إن شاء الله قالت لها يبقى ولد ما هو مش معقول يبقى لتنين بنتي يعني أنا استغربتها قوي هو إحنا كنا فين وبقينا فين ولد إيه وبنت إيه ادعي ربنا يجو بالسلامة مش أكتر أنا مش عايز أكتر من كده ده البن قدم طمع قوي وجات لحظة الولادة ومعي عمتي وجوزي وحماتي كانت الدكتورة بتحاول تولدني طبيعي بس معرفوش الحالة كانت صعبة طلعت الدكتورة قالت لجوزي مفيش أمل تولد طبيعي هتولد قيصري كان رد حماتي غريب قوي مش مهم المهم العيال تيجي سليمة جوزي قال لا المهم هي في خطر عليها الدكتورة قالت له لا إن شاء الله ولدت وطلعوا الأولاد قبلي عمتي وجوزي كانوا كل همهم علي لكن هي أول ما خدت العيال فضلت تدور وتفتش فيهم عايزة تعرف نوعهم إيه عمتي قالت لها كل اللي يجيبوا ربنا حالو والحمد لله قالت لها يا نهاري سود دول بنتين وكانت مصدومة وسبتني في المستشفى وسبت البنات وروحي أنا طلعت من المستشفى روحت على البيت وسلمت عليها ودتها البنات وقلت لها يا ماما هسمي بنتي على اسمك والتاني اختر لها اسمي أنت عايزاه قالت لي مش عايزة حاجة منك حد عيالك وامشي من وشي ما تنزليليش هنا تاني والله قصرت قلبي وقلبي ابنها وقال لها ليه كده بس طلعت شقتي وحلفت منزلها خالص واسمعتها بتقول بقى أنا طول التسع شهور أخدم فيها وأحايل فيها وفي الآخر جابي لي بنتين مش عارفة تجيب لي ولد بعد خمس سنين جواز وكانت بتعايت وفضلنا على الحال ده أكتر من شهر رافضة اطلع شقتي ورفضة تاخد مني البنات ورفضة تريحني شوية وفضلت أنزل لها بيوم تقول لي امشي طلعي بره وما تنزليش هنا تاني اطلعي شقتيك ومش عايزة شوف وشك خالص المهم جوزي نقل لشغل تاني وبقى بيشتغل في محافظة تاني وبيجي لي كل 15 يوم خميس وجمعة وأنا حرفيا مش بنام من التعب والتوتر وكلام أمه في الطلعة والنزلة اللي يسمي البدن فأنا طلبت منه يجيب لنا شقة تابعة لشغله وينقلنا أنا والبنات فيها وهو مقتنع بس أمه صعبان عليه بيقول حتقعد لوحدها للعلم والله حاولت معاها كتير أنا وهو وقلناها لسه العمر قدامنا يمكن ربنا يكرمنا تاني وأنا قلت لها أنا مش تقل الأولاد مش هبطل بس برضو مش مقتنعة وأنا مش عارفة أراضيها ازاي وخلاص نقلنا أنا وجوزي والبنات في المحافظة التانية دي واستقررنا هنا وبقت حياتنا كلها هنا وكنا بنروح كل كم شهر نزور أمه وبنكلمها في التليفون دايما آه يا مش طيقاني ولا طيقة البنات بس لما عرفت إن أنا حامل والبنات عندها أربع سنين فرحت وعلاقتها تغيرت لقيتها جاية وجايبها لزيارة وجاية تقولي المرة دي لازم ولد يا إسراء عشان يكون سنة لبناتك والأبوه علشان يشيل اسم العيلة مش فاهم عيلة إيه هي من عيلة الملكة ومش فاهمة هي كانت بتوصيني على إيه أصلا وجات بنوتا للمرة التالت وخلاص هي كده مقطعاني خالص خصوصا بعد ما سمعت الدكتور بيأكد إن مفيش حامل غير بعد خمس سنين عشان يعني عندي مشاكل في الراحم وكده المهم بقى جوزي بقى له فترة بيروح ويرجح حلو متبدل خالص خينقات وزعيق وأي انقاش بينتهي إن أنا مقصرة معاه ومش أنا الزوجة اللي كان بيتمناها كمان بقى بيطول هناك بعد ما كان ما بيقدرش يقعد يوم ويقول لي أصلكو بتوحشوني وأنا تعودت على هنا بس طول ما هو معانا وما راحش لأمه أنا حلوة وعلي عسل يرجع من هناك مش طيقني أنا لاحظت كده ووجهته وأنقر قال لي أنت حط أمي في دماغك ليه دي دايما بتوصيني عليكي وتقول لي دي غلبانة خلي بالك منها ومن البنات أنا شكة أن أمه عايزة تجوزه ومش عارفة أتأكد إزاي راح تكلمت أمه على تليفون البيت من رقم غريب لقيت واحدة بترد عليه قلت لها أنت مين قالت لي أنا مراد كريم أنت عايزة إيه قلت لها مراد كريم مين قفلت التليفون وفضلت قارن عليها ومفيش حد بيرد أنا كنت شكة أن أمه عايزة تجوزه مش جوزته بالفعل دلوقتي أنا هتجنن وقوقه وأروح أشوف مراته دي ومش عارفة أعمل إيه كنت شكة أن أمه عايزة تجوزه مش جوزته بالفعل دلوقتي أنا عرفت أمه ليه كل يوم بتتعب وعاوز يروح هناك ليه بيرجع من هناك مش طيق لكلمة واستنيت يومه التاني لما قالي عايزة أروح أشوف أمي قلت له ماشي روح يا حبيبي وخلي بالك من نفسك وبعدها بساعة لبست ولبست البنات وروحت وراه رحت عنده أمه وخبط لقيت أمه بتفتحلي وتصدمت لما شفتني والشاهة جاب مليون ومتين لون قالت لي إيه اللي جابك دلوقتي قلت لها فيه إيه جاية بيت جوزي وجيت عشان أشوفك ودخلت وفضلت أدور عليه لقيته نازل من على السلم ومنازل الصنيورة وراه اتصدم لما شفني وقال لي فيه إيه إيه اللي جابك حاجة للبنات حصلت قلت له لأ أمه الجاتي ليه سألته مين دي سكته مردش سألته تاني مين دي ردت علي يا أمه مراته الجديدة يا حبيبتي اللي حتجيب له الولد قلت له تجوزت علي يا كريم قال لي يلا بينا روح بيتنا وهفهمك يناك وبيشديني من إيد زقيت وأخدت بناتي ورجعت البيت جاه وراي وفضل يعتزرلي ويقول لي غصبا عني والله أمي حرمتني أنا آسف بس أنا مكنتش في وعي ورفضت كتير فضل يحاول معايا كتير بس أنا كنت رافضة أن أنا اسمعه وفضلت أسرخ وترد برا البيت خرج وتاني يوم غيرت كلون الشقة ورحت لمحامي ورفعت عليه دعوة طلق للضرر وتهدمت الأسرة وعشرة 11 سنة راحوا على الأرض وتلت أولاد اتحرموا من أبوهم وممهم يعيشوا تحت سقف بيت واحد كل دعا لشان مشي ورا كلام أمه وخرى ببيتنا أنا مش زعلانة عليه أنا بس مش قادرة استوعب إزاي هنت عليه إزاي قدر يكسر بخطري ويكسر روحي أنا تعبانة نفسيا وجسديا قوي هو ما طلقنيش وأنا لسه بحبه بس مش قادرة تقبله مش قادرة تقبل وجوده معايا تاني أنا حبيت أفطفض وأحكي مش أكتر لو عايز رأيي هو غلط غلط لما سمح لأمه أنها تهدم حياته مفيش حاجة اسمها غصب عني سمحيني عشان خطر أمي تجوزت عليك هو إيه اللي غصب عني ده جواز أنت اشتريت خطر أمك وبتكسر في خطري أنا الله يكون في عونك حسب واجعك والله لما الضربة بتيجي من اللي منك بتوجع قلبك وبتكسر ضهرك لعل الله يحدث بعد ذلك أمر يمكن ربنا يصلح الحال ويهدي سرك بينك وبين جوزك للعلم بس إحنا هنا مش بنتكلم عن مشكلة التعدد أو عن الحرام والحلال في العلاقات والجواز إحنا بنتكلم عن مشكلة مشكلة وصدمة ستة في جوزها أنه تجوز عليه وتجوز من وراه مش أكتر ولو حابين تبعاتوا قصصكم لينك تويتر والفيسبوك وسناب شات والتيك توك في صندوق الوصف أشوفكم في فيديو جديد على خير ترجمة نانسي قنقر